اشتركوا في القناة المواطن مواطن مصورها ادي المجاري الصرف الصحي ضرب سيادة تكفيس وردق العزم ناس قاعدة بها وعلى عليها المجاري ضربت على هذا النحو المقيت المقيت بص بقى هم نقلوا يعني الكراسي برا والوضع زي ما حضراتكم شايفينه مأساوي انا ابتدت بالمقدمة بتاعة العسكريين والمدنيين دول بصراحة لما بشوف سيادة الليو كامل زهيري اما بشوف سيادة الوزيري سيادة الليو كامل الوزيري عفوا الفريق مهاب ما ميش اما بشوف هذه القيادات في الهائة الهندسية لبقى بشوف الناس فوق مشروعات الطرق انا كان قاعد جنبي الناس فوق مشروعات الطرق في احد الاحتفالات الوطنية واللي في طريق مصر اسكندرية هم هم يشعرون بالفخر بالفخر ان هم عملوا خلصوا الحاجات دي الحاجات اللي ماركونة من من وزارات متعاقبة 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 وفهموني بقى قالولي اه وكل ما المشروع مفتوح لجنة رايحة تاخد فلوس عامل متسكن على المشروع ما راحش اصلا ياخد فلوس 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 نزيف واهضار يعني مش الفلوس الفساد ده مش اللي بيهلبوك كبار بس لا ده الصغيرين اكتر بكتير يعني بكتير ولانه اللي فوق كمان يعني كان بعافية فالامور تحت فت فتح بقى فتلاقي نفسك البلد بتهدر ملايين الجنيهات ان لم تكن مليارات الخدمة بابتتنفس المشروعات ما بتكملش الحاجات الليها اهداف سياسية ملهاش اهداف وطنية وبالتالي توصل يصل الحال الى انه المجال تضرب بتشكلت مسألة بشعة بعدين تيجي تقول لهم طب يا عم الجيش بينجيز يقولك انت هتعسكر للبلد عسكر يا ابني هو مهمة مش دلوقتي ايه عسكري هو عسكري وكوطني كشخص وطني في اعماقه انه هو ادر في سنة في هذا العمر بعد هذه السنوات بهذه الكفاءة انه هو يسخر جهده كله لبلده انه يشتغل في سنة هو وكامل وزيري هو وكامل وزيري والهالة هندسية لا 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 احنا عايزين مأساسة مصر ان تتحول الامور الى عمل مؤسسي حقيقي بنظام زي جيش على فكرة هقولك على حاجة اقسم بجلال الله تعالى والله العظيم وما بقولها مش والله ما بجذب في هذا الامر امريكا دولة عسكرية بوليسية والله العظيم والله العظيم اي واحد راه عاش شوية هناك هيفهم الموضوع انت البلد دي ما اطلعش المنتجات والانجازات والحاجات الصناعية والاقتصادية وبتاع الا بنظام عسكري وانا يمكن اتكلمت في حكاية دي في حلقة سابقة في مناسبة اخرى قدي ايه الموضوع تزاري طف جدا حد وفيش كلام فيش هزار انت مهمتك بللم بتشتغل من تسعة لخمسة بللم ما تجيش لجنب البللم اللي جنبك وما تعملش حاجة في البللم اللي فوقيك ولا بالبقى خلاص وفيه رقابة وتشتغل وتتابع يا باشا بنظام عسكري اتخرعت اتخرعت في النص القانون هناك بيدي حق الرفض كده يعني يقوم كده المدير انت مش عاجبه حضرتك مش عاجبه مش عاجبه خلاص يتفضل على الخزنة خد بقية اسابك وتكل على الله روح هتقول لي بقى ان قوانين العمل وانا المش عارف ايه وانا خمسة في المية وانا عشرة في المية وانا المش وانا لا مش هينفع وانا اه روح المحكمة والقوانين بتنصر العمل المؤسسي ليه لانه لو تثبت للخرعانة للأسف الحاجات تفك تفك فيعني ليه ليه الجيش بينجح في القطاع المدني كمان يعني مش باس بينجح على مستوى الانجازات العسكرية وبطولات الناس اللي وقفين للارهاب في كل مكان لا ده بينجح في القطاع المدني لانه عنده عمل مؤسسي حقيقي وانه اللي طالع يشتغل في القطاع المدني دي طالع بروح الجندية طالع بانه هو فعلا هو طالع يخدم دي خدمة للبلد طالع يخدم لا بقى بيدور على انه يهلب ولا يعمل ولا بشاع ولا الكلام الفاضي ده يعني وفيه نمازي كتير جدا مرة كده ان شاء الله انه من الصديق في الثلاثة ولا اربعة من اللي موجودين في هذه القطاعات ونستمع الى التفاصيل مهمة جدا على فكرة فما تسمعش بقى حضرتك وتدي ادانك للي يقولك اه اصب يعسكروها يعني بعسكروها ايه خايب يعني بعسكروها ايه خايب انت يا خايب بص على طريق مصر اسكيندرية ومصر اسكيندرية وكبالة اللي تقال والله فيه ناس في الاسماعلية فيه ناس مش مصدقة انه الكبالة اللي في الطرق دي والتحوالات وتعshirt اتعاملت فى الفترة دي فى طريق مصر اسكيندرية الناس اللي بتروح وبتيجي على طريق مصر اسكيندرية لأ لولا بس العكننة اللي من واديprochen اللي فرع واديانше نант muốn دا من طريق مصر اسكيندرية لعلمين يا عكننة عكننة كانت الأمور بقت أحسن بكتير لأ حرام حرام خب بالك كمان أنه يعني أنا رأيي رأيي أنه وزير الكهرباء لم يكن يجب وهو ده راجل مدني بس تبسي بقى بعمل مؤسسي وراه فوق رئيس جمهورية راجل مشير قاعد قاله الكهرباء هتتحل هتتحل سيبك بقى من يومين اللي جايين دول يعني نعزي أنفسنا في يومين الحر اللي فوق التوقعات دول فيعني نصبر على الناس أنه يعني الحر اللي حاصل يعني يسيح أمم يعني يبخر البحار بصراحة الحر اللي عندنا اليومين دول فأنا بقول الكلام ده يا جماعة للهي وللوطن من أن إحنا محتاجين لأ ما تترددش صانع القرار ما يترددش أنه يحط شخص مناسب مكان مناسب ما تقوليش مدني والعسكري ده مصري ييجي يحط ويعمل سيستم ويعمل عمل مؤسسي ونخلص يا عم إحنا عايزين نمشي بنفس طريقة قناة السويس موضوع تحدي اتفرض حد على الرئيس نفسه يعني الإنجاز اللي حصل في قناة السويس خلت لوقتي أنت توقعاتك أنا وإنت قاعدين بنفكر لا 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 تيجي تقولك أنا هبني المدينة الإسماعيلية الجديدة دي في 3 سنين لا إحنا عايزين في سنة هنعمل مش عارف مشروع إيه في 6 أشهر لا عايزين في تشعورين موخلص لأنه بقى فينا موذق قوي جدا بارس جدا إداك أمل رفع المعنويات في البلد لا إحنا عايزين زيدها تقولي بقى عسكري تقولي مدني ما تقوليش ما تكلمنيش تكلمني أنه واحد مصري بيعرف يدير وبيقود النهاردة الحقيقة ولو إن الضيوفي هيزعلوا يعني الضيوف الفقرة يعني أتمنى ما يزعلوش ولا يتقمسوا مني قبل ما يدخلوا لأن أنا جاي بالحقيقة أنا النهاردة أملنا كلها متعلقة في البرلمان على القول مدنية أما تلاقي مثلا حزبين زي الوافد ومصرين الأحرار نزلين نحرف بعض بيانات وبيانات مضادة في إيه ده بيخطف النواب ده بيشتري نائب طب هتقولي كده النائب أنا مخب النائب في الكوموديين لا النائب مش عارف إيه لا ده بالنصير الأحرار هيفشل لا الوافد هو اللي هيفشل لا إنتوا خدتوا نوابنا قصنتوا بتشتروهم لا إحنا باشتريناش الله إيه ده هو ده اللي إحنا متوقعينه من حزبين كبار من محترمين بقيادات محترمة بالشكل ده إن إحنا وصلين لمرحلة أنت خطفت النائب بتاعي وأنا خطفت النائب بتاعك وبالنطرشق على صفحات الجرائي يعني بنبني قناة السويس وشحفين نبني كتلة نواب ده إيه الخبل اللي أنا فيها دي ده إيه ده بعد الفاصل هيكون معايا بهجة الحسامي المتحدث باسم الوافد والمهندس الشهاب وجيه المتحدث الإعلامي باسم المصريين الأحرار أقسم بالله أنني لا أقصد المقارنة بين هؤلاء العسكريين الذين أشرت إليهم في البداية وبين القوى المدنية السياسية ولكن الحق بالحق يذكر بعد الفاصل المواجهة بين الوافد والمصريين الأحرار هستنىكم